فجأة وجد اليمن نفسه خارج نطاق تغطية العالم بعد انقطاع خدمة الانترنت خلال الايام الماضية والذي تسبب بجعل اليمن يعيش عزلة شبه تامة في كافة القطاعات فقدان للتواصل داخل المدن اليمنية وصعوبة للاتصال بمدن العالم سبب حالة من الذعر والقلق بين المواطنين داخل البلاد وخارجها الذين لم يعد بمقدورهم الاطمئنان على أهالهم أو إرسال الحوالات لأقاربهم فلا يمكنك الاتصال الرسالة التي تواجه كل المحاولات الفاشلة لمستخدمي النت ووسائطه الاجتماعية بدأت القصة مع خروج أكثر من 80% من خدمة الانترنت الدولية عن العمل وفق إعلان المؤسسة العامة لاتصالات وشركة تيليمن الدولية التي أرجعت السبب إلى انقطاع الكابل البحري بينما عادها آخرون إلى عدم تسديد اليمن لمديونيتها المالية ارتدادات انقطاع النت كانت كارثية حيث أصبت الحياة العامة بالشلل وكبدت البلد خسائر فادحة وقدرت إحصائيات محلية خسائر تعطل خدمة النت بثمانية مليارات ريال خلال خمسة أيام فقط وصلت أضرار توقف النت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية خصوصا البنوك المحلية وشركات الصرافة التي توقفت فيما بينها خدمة الارتباط والمراسلات المالية والتعاملات مع القطاع البنكي دولي على من تقع المسؤولية الإجابات متعددة الإهمال والفساد سببان رئيسيان في وصول الإنترنت إلى هذا المستوى إلا أن الكثير من اليمنيين يضعون علامات الاستفهام على خمس سنوات ماضية ظلت فيها الشرعية تتفرج على بقاء هذه الخدمة بيد ميليشيا الحوثي الميليشيا التي تستفيد من أي تضييق لمساحة تواصل اليمنيين بالعالم ترجمة نانسي قنقر